ما زال طلاق أحمد العودي وياسمين عبد العزيز هو الترند الأول على السوشيال ميديا وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي أهلا بكم في قناة منوعات بوتة الأخبار الفن والفنانين والمشاهير وأحدث الترندات على السوشيال ميديا يشرفني اشتراكك في القناة بس ما تنساش اللايك والكومنت الجميل قصرت الأقويل إلى أن سبب الطلاق هو خيهنة أحمد العودي ليسمين عبد العزيز مع الفنانة الزينة ويرجع ذلك لظهور مجموعة صور من كواليس عرض فيلم الإسكندراني حيث صرح أحمد العودي في لقاء صحفي أنه في غاية استعادة بالعمل مع زينة وذلك لأنها ملتزمة ومحبة لعملها ومن الصورة الموجودة التي شاركتها زينة على الإنستجرام والتي ظهرت خلالها مع العودي أثناء عرض فيلم الإسكندراني حيث أنها تشاركه البطولة وجاءت تعليقات الجمهور أن زينة خرابت بيوت وسبب في طلاق يسمين والعودي وتعليق آخر جاء زينة خرابت بيوت الأول خرابت بيت تمر حسني والآن العودي وياسمين واحدة قامت بتهديدها في تعليق وقالت لو أنت السبب في طلاقهم هنعمل منك بطاطس محمرة ومن اللافت أن صفحة شاربليتا المتخصصة في أخبار المشاهير نشرت أن أحمد العودي قام بخيانة ياسمين عبد العزيز وأرسل لياسمين فيديو كهدية في عيد ميلادها على رقم الواتساب الخاص بها الساعة 41 دقيقة فجرا وصرحت الصفحة أن الرقم الذي أرسل الفيديو هو رقم هاتف لبناني وكانت ياسمين قد صدمت جمهورها بالبوست اللي نزلته على الفيسبوك وكتبت فيه تم التلاقي الرسم بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتأدير وهذا الخبر صدم جمهورهم ومحبيهم لأنهم أكتر قبل محبوب في الوسط الفني وذلك للحب الذي جمع بينهم ودائما كان أحمد العودي داعم لياسمين عبد العزيز في مرضها وفي أعمالها وما زال الفترة قريبة كان يسندها دائما وكان واضحا العلاقة المتمسكة بينهم